تسعة أكاذيب حول فيروس كورونا يجب أن تتعرف عليها الآن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصل على بعد ثمانية أمتار عند العطس إنها معلومة خاطئة من المعلوم أن الفيروس ينتشر كثيراً مع العطس والسعال من خلال المواد التي نخرجها أثناء ذلك لكنه ينتشر على بعد متراً واحداً فقط وينصح الخبراء بتجنب الاتصال القريب مع أي إنسان يعاني من حمى أو سعال لكن مسافة الأمان لا تتعدى متراً واحد إنها معلومة خاطئة فالفيروس رئوي وينتقل أساساً بالاتصال مع شخصاً مصاب عبر الرذاذ الذي يخرج عندما يسعل الشخص أو يعتص ولا يوجد دليل على أن الفيروس ينتقل عبر الحشرات يجب توضيح أمر مهم للغاية فما نعرفه إلى الآن أن فيروس كورونا يمكنه أن يظل حياً لساعات على مختلف الأسطح ويمكن أن يلوث شيئاً ما عندما يعتص أو يسعل مصاب عليه أو يلمسه ورغم ذلك خطر انتقال العدوى من خلال عملات نقدية صغيرة أو أوراق يظل منخفضاً وتبقى أهم طريقة لحماية حياتنا هي غسل أيدينا باستمرار بالماء والصابون وعدم لمس الوجه باليدين زيت السمسم والثوم فعال ضد فيروس كورونا حسناً إنها كذبة فلا تطبيق زيت السمسم على البشرة ولا أكل الثوم يؤثر في فيروس كورونا بل هي خدعة وخرافة لا يمكن الوثوق بها جميع الكمامات هي فعالة ضد فيروس كورونا حسناً إنها كذبة فالخبراء ينصحون باستعمال كمامات N95 لأنها فعالة وتتحكم في انتشار العدوى فهي تتأقلم بشكل أفضل مع الوجه مقارنة بالكمامات الطبية أو الجراحية فهذه الكمامات يجب أن توضع بالشكل الصحيح لكي تفي بالغرض ولا يمكن أن يستعملها الأطفال لأنها لا تضمن التعديل الدقيق المناسب ولا يمكن استعمالها مرة أخرى بعد الاتصال بشخص مصاب حيث يجب انتزاعها دون لمس الوجه رميها في الحال وغسل اليدين بالماء والصابون فضلاً عن ذلك فهي ليست مجانية فمتوسط ثمنها هو أربع دولارات للواحدة ليس أمن أن تلقي بطاقة وعلبة من الصين من المؤكد أن هذه معلومة خاطئة فبفضل دراسة مختصة نعلم أن فيروس كورونا لا يعيش طويلاً في البطاقات أو العلب اللقاحات ضد الالتهاب رئوي تحمي من فيروس كورونا حسناً هذه المعلومة خاطئة وبالرغم من أن العالم بصدد صنع لقاح ألا أنه لا يوجد إلى اليوم أي لقاح من المفيد شطف الأنفي بمحلول الماء والملح للوقاية من العدوى بالتأكيد إنها كذبة فبالرغم من أن ذلك يساعد على فتح المسالك الأنفية بعد الإصابة بنوبة برد لكنه لا يساعد في شيء بالنسبة لفيروس كورونا كما أن منظمة الصحة العالمية لم تنصح بأي دواء خاص للوقاية أو العلاج يمكن قتل فيروس كورونا في ثلاثين ثانية بواسطة مجفف الياب حسناً إنها كذبة تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وحسب الخبراء فمجففات اليد بالحمامات لا تقتل الفيروس وللحماية يجب غسل اليدين بالماء والصابون وتجفيفها بفوطة نظيفة أو مجفف اليد الساخن والآن بعد أن تعرفت على التسعة أكاذيب التي عليك تجنبها عليك مشاركتها مع أصدقائك ترجمة نانسي قنقر